تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجا تبارك الذي جعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتنون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا نذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا غبلنا من أزواجنا وذدياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما وغضون الزورة وليني فيها خسنت مستقرا ومقاما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون النفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما قالدين فيها حسنة مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجمال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا اللحوش قشرت وإذا البخار سجرت وإذا البخار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اشتركوا في القناة